السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بحاتي والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض دبس الرمان وبما ان الرمان متوفر في السوق اليومين دول والموسم بتاعه هنحاول نستغله ونعمل دبس الرمان بدل ما نشتريه من بره هيديك نتيجة هيلة جدا واكيد اكيد اوفر كتير يلا بينا بقى علشان نشوف المقدير والطريقة في البداية فصصنا الرمان وهنبدأ ناخد الكمية بتاعتنا نحطها في الخلاط يفضل طبعا تكون حبوب الرمان حمرة خالص عشان تديك نتيجة حلوة هحط معاهم نص كوباية مية واخلطهم كويس وفرومهم ونعمهم كويس جدا جدا هنحضر بقى بولة ومصفة تكون نعمة جدا علشان نصفي عصير الرمان الفرش علشان ناخد منه العصير البيور من غير اي شوائب فيه زي ما انت شايفين كده مصفة نعمة جدا وهنبدأ نصفي هنصفي ونضغط كده على الحبوب او على الالياف اللي موجودة لغاية ما نستخلص العصير كله بالشكل ده ونفضيها ونحط جزء تاني لغاية ما نخلص كل الكمية تمام هايل جدا لغاية ما نخلص كمية العصير كلها نصفيها وبالشكل ده عايتهم لقتهم لتر ونص من العصير هنحضر بقى لكل لتر عصير نص كباية سكر نص كباية عصير لمون هنحط العصير في حلة على النار وهنضيف معاه السكر وعصير اللمون زي ما قلنا لكل لتر عصير رمان متصفي هنضيف له نص كباية سكر ونص كباية عصير لمون تمام بالشكل ده وهنقلبهم مع بعض وهنسيبه على نار عالية علشان يغلي اول ما يغلي بالشكل ده لو ظهر ريم ولا حاجة هنبدأ نرفعه ونهدي النار ونسيب عصير الرمان بقى يتقل ويتكسف والبخار بتاعه او المية الزيادة اللي فيه تتبخر منه ويقل الكمية بتاعته شايفين يعتبر المية قلت كتير بس لسه القوام خفيف شوية هنسيبه كمان على النار ولما يظهر ريم تاني هنبدأ نرفعه عشان يبقى معانا دبس الرمان بيور خالص من غير اي شوائب امت بقى اعرف ان عصير الرمان استوى شايفين الفقاقيع البيضة دي ابتدى يعمل كده رغاوي بيضة على الوش ده كده يبقى خلاص تقل واستوى هندفي النار عليه شايفين هي دي الفقاقيع اللي انا بقول عليها ولو اخدتي دلوقتي بالمعلقة حبة صغيرين وسبت يوم يبردوا هتبص تلاقي ان القوام تقل وبقى سميك شايفين خلاص طفينا هنحضر طبعا معانا ازايز تكون نشفة ونظيفة طبعا والليها غطى محكم علشان نملاها ونحفظها بقى وتقعد معانا في التلاجة فترة طويلة لان دبس الرمان محفوظ طبعا بالسكر وباللمون اللي تضافله بصوا هايل جدا طبعا عشان هو لسه سخن فقوامه سايل شوية اول ما بيبرد خالص قوام بيبدأ يتقل ويبقى بالزبط بالزبط زي اللي بتشتريه من بره شايفين شكله جميل قد ايه طعمه ببقى هايل طبعا استخداماته كتير جدا بتقدري تستخدميه في تدبلات المشويات بابا غنوج حاجات كتيرة جدا جدا بتتضاف او بيتضاف ليها دبس الرمان وبيعلي من طعمها زي السلطات كمان شايفت له هايل جدا وقوامه روعة اهو بتدا يتقل ودنا القوام اللي احنا عايزينه يارب يكون الفيديو عجبكو لو عجبكو الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب علشان تقدر يتشوفي كل الفيديوهات بكل سهولة وفعلي الجرس كمان عشان توصلك الفيديوهات اول باستخدامات